لأراضي البصرة ثروتان الأولى تقبع فوقها وتمد الأهالي بأجود المنتجات الزراعية أما الثانية فهي عبارة عن مغزونات نفطية هائلة تدعم الخزينة بمليارات الدولارات الضرورية للتنمية في العراق الاستفادة من الثروتين معا شبه مستحيلة فكان لابد من المفاضلة بينهما فالحكومة اختارت النفط وأصحاب الأراضي تمسكوا بالزراعة فقد علت أصواتهم المطالبة بالحد من الاستثمارات النفطية الجديدة التي تهدد أراضيهم الزراعية وبساتينهم التي يعتمدون عليها في معيشتهم وطلب من عشرات العائلات التي تعيش على الزراعة في المنطقة إخلاء أراضيها خلال الأشهر الستة المقبلة لكي تتمكن شركات تنقيب النفط من مواصلة عملها لكن السكان يرفضون الرحيل رغم التعويضات التي تدفعها الحكومة والتي يصفونها بأنها مجرد حل قصير الأمد نحن بالمنطقة بان شي تيجي الدولة تحط لنا خلق فوقنا وتدفلنا حاضرين ما تيجي الدولة وتدفلنا وإحنا حاضرين نولي الحاضر مننا يظل والموجود مننا تدفن الدولة تعوض لا نقبل شي لا نقبل لأن وين نترحل أكون منطقة نترحل لها؟ أكون منطقة نترحل لها؟ ترحلنا الشركة الملتب نفط الجنوب هذا الجنوب تهددوننا به إحنا شيء إذا نبنى؟ وإننا كل واحد عنده 50 نفر وكان المزارعون في عهد الرئيس الراحل للعراقي صدام حسين يسمح لهم بمواصلة استغلال أراضيهم الزراعية داخل مناطق حقول النفط بموجب عقود إيجار سنوية مع وزارة النفط لكن الحكومة الحالية تصر على أن عمليات التنقيب عن النفط لا تدع مجالا للزراعة في الوقت الحالي وبالتالي لا تجد الأرض الزراعية الأرض الزراعية التي كانت تستغل للزراعات حولت إلى أراضي نفطها بالوقت الحاضر تم تجريف كل المساحات الزراعية وبالتالي لا يعتبر القضاء بالأخذ الحاضر قضاء زراعي وتحاول الحكومة إغراء المزارعين بتعويضات مادية تتراوح بين 17 ألف دولار و 315 ألف دولار مبالغ مغرية لم يعرها العراقيون اهتماما فلا شيء أغلى بالنسبة لهم من أرض أجدادهم